أكد محافظ الشمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن مصر تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإرسالها إلى قطاع غزة وأن مصر تلعب دورا كبيرا بالتعاون مع كافة الأطراف في وقف الحرب على قطاع غزة وخلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل لميشو أشار محافظ شمال سيناء إلى أن المساعدات تصل إلى المحافظة عبر ثلاث مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي ومن جانبه ثمن المسؤول الأممي البهود المصرية في احتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة مودها الشكر إلى محافظة شمال سيناء على حسن الاستقبال وعلى البهود المفدولة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة ترجمة نانسي قنقر